الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي لو درس ما درس؟ يعني في مصر والعالم العربي المريض بالطب والهندسة ما كان أعلى شيء يريد يدرس؟ طب صح؟ قل لي الآن مصر كم طبيب فيها؟ عشرات الألوف مين يسمع فيهم؟ مين يسمع في أكابر حتى الأطباء؟ كلها دائرة ضيقة مين ما سمعش بالشعراوي عاد؟ في ماليزة وأندونيسيا وتركيا وإيران والعالم العربي كله؟ من هو الشعراوي؟ الشعراوي دخل ودرس الدين كارهاً له ما حبش لا الأزهر ولا الأجرمية ولا ابن هشام ولا الأشموني ولا القزوين ما حبش المقرات والكتب هذه والكشاف الزبق شرئي المصيبة؟ قال لك فلاح عايش هيك على باب الله وكذا بده يعيش حر طليق ما هي المصيبة؟ كتب الصفرة والحمرة هذه وحواج يموتونه وراح أثقل كاهل أبيه بده خلي أبوه يتراجع له ويرجع يا ابني بلا علم بلا قلم فارغ بلا هم جايب قال له أجيب لي هذا الكتاب وهذا المجلد وهذه المجموعة والزمخشي وهذا وهذا كسر له ظهر الأبو يحرام ويحط يحط 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 تفاهموا أن العلم هيك العلم يكلف كثير ما تفكر شيئاً لك إبن أزهري أبوه دفع له كل حرام كل حيلته دفع له حتى آخر فرنك وأبوه سبحان الله منور كان رحمة الله عليه إنسان رباني طبعاً اللي أنجب العارب بالله الشعراوي كان عارف وحاسس وفاهم بعدين قال لما ودعته في محطة صلي للبطار نظر إليّ وابتسم قال يا ابن أمين أسأل الله أن يبارك لك في الكتب التي اشتريتها أسأل الله أن يبارك لك فيها قال الشيخ العارب بالله الشعراوي وقدّس الله وزره قال والله لقد فتح عليّ بها فتوها عظيمة جداً وما بورك لي في كتاب قرأته غير كتاب الله كتلك الكتب هي بدايت في العلم الإلهي في العلم الديني الشرعي وخرج منه محمد أمين الشيخ محمد متولي الشعراوي العارف الإمام العلامي المفسر الكبير ملء الدنيا سمعاً وبصراً ولا من الصحيح ولا ينسى بإذن الله ما الخالدين في الشيء كرهه أو أحبه كرهه في البداية كان كلام فارغ نحكي الأمثلة كلام فارغ الأمثلة لا تنقطع كل واحد فيك يحدثني عن عشر أمثلة في حياتي أكيد موجود موجود وحياة ابني وجوجاتي كثيرة جداً جداً فينبغي أن نقوم بهذا ولذلك انتبه من السخف أن تقول لي شر كثير ينفي وجود الله يضرب احتمالية سأقول لك حدد ليها نقطة غالية من الشر وكتيش بغل الشر وكتيش بصير الشر كثير بينفي وجود الله يبرر معه عندك نفي وجود الله قل لي أعطيني مش هيقدر زي ما قلنا ليش عشان تقول اسطول وعشان القصص هذه لأنه ستشوف استجابة الناس للشر والبلاء والمصائب متفاوتة جداً ولا مصحيح كيف ستعرف أن هذا الشر كثير ولا قليل كيف ستعرف يعني البروفيسور السعودي خصته مؤثر أنا ذكرها ذكرت قبل هيك مؤثر جداً 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 فقد في ساعة واحدة زوجته وأعتقد أولاده الأربعة أو الخمسة الذكور وبقية الإناث بأزواجهم وأولادهم يعني قريب من عشرين نفاراً تركوا يصح حمدحانات الطلاب في الجامعة أسأل الله أن يعظم أجره أن يربط على قلبي وأنا أعتبره آية من آيات الله هذا الرجل الإعجازي هذا معجز بحذاته معجزة من معجزة الله في الخلق أقسم بالله يقول من ذهب شيخ محمد العريف وغيره من ذهب يعزيه في أي شاهد فيبك فلان وفيبك فلان وفيبك فلان وفيبك فلان وزوجتك وحفيدك فلان إيش تعزي فخد كل شيء كان يعيش في دار سبحان الله فيها شخط لكل هؤلاء يعيشون في حومة واحدة أمستها باباً وأمسى أهلها قُتِلوا غابوا رحلوا ارتحلوا في ساعة تتناوح الديار عليهم أبواباً ونوافذ وحوائط وزقوفاً كل شيء يذكر بهم بكل أحد قال والله حين ذهبنا إليه قال والله لقد أبكان بصبره وتسليمه لله وقضاء الله ورضائه ووالله لقد صار هو يعزينا ستقول لي إيش الحاصل هنا شيء قشعر البدن شيء أنا أقول لك نسأل الله ألا يبتلينها نحن إن شاء الله عبيد الإحسان يعني وإذا ابتلانا وخلانا عبيد الإمتحان أن نكون عبيداً صالحين في الإمتحان لكن نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم لا تبتلينها ولا تدخلنا في تجربة هكذا علم المسيح محمد لا تسأل الله أن يدخلك في تجربة محمد علم هكذا والمسيح من قبل علم هكذا أسأل الله ألا يدخلنا في تجربة يا إخواني ألا يبتلينها وأن يعافينا لكن أقول لكم الذي حدث مع هذا الرجل قطعاً وحتماً ولا أتردد هذا الرجل عاش حالة حضور إلهي قوية جداً 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 بمعنى ماذا؟ مثل هذه الكوارث تحدث فراغاً هائلاً في الروح في النفس يملأ مباشرةً عند الموفّق السعيب ماذا؟ بالحضور إلهي فيعوضه من كل شيء وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمةً من عندنا وذكر للعابدين اللهم آتي هذا الرجل أهله ومثلهم معهم وأمثالهم معهم دنيا وأخرى يا رب العالمين هذا الصابق المحتسب معلّم محلّم هذا لنا ولأمثالنا البشر شايف كيف؟ إذن استجابات الناس للبلاء تتفاوتاً بعيداً يا إخواني فلا يمكن لأحد إلا أن يكون مغامراً مجازفاً متحامقاً أن يقول هناك نخطط غاليان للشر عندها نقول يحق لنا أن نكون وجود الله ونكون منطقين غير صحيح ولا تستطيع ولذلك مرة أخرى الذين يكونون خارج البلاء خارج المشهد كما قال هذا اللهوت الأسكتلندي قال إيه؟ يبرز منهم المشككون والملاحدة الذين يكونون في قلب المشهد المشهد البلوي الابتلاعي الاقتباري لا كثيراً ما ما يخرج من بينهم المؤمن أعمق إيماناً وأكثر عرفاناً بالله وأقرب إلى الله إذن هناك تبريرات ثيوديسيا هذا دخل إيه؟ في الثيوديسيا ولا مستحيح أنا طبعاً الآن سأنوّع الجوابات هذه والإلماعات مرة هنا ومرة هنا مرة دفاعي ومرة ثيوديسي وأنتم ملتبوا أعطيتكم فكرة إيش هي الثيوديسيا وإيش الدفاع في قضية إيه مشكلة الشر إخواني وأخواتي إذن علي الإنسان أيها الإخوة أن يتواضح وأن يدرك أن لعقله حدوداً مكتفياً بالإدراك الجمالي الذي يعطيه الوحي الإلهي الذي يعطيه الوحي الإلهي مسألة أخرى مهمة جداً جداً دفاعية ما هي؟ سأبدأ بمثال في الأول تسعون في المئة بحسب الإحصاء الذي أجراه السيد المحترم الدكتور فلان ما حصل شيئاً بس ثانية تسعون في المئة من رواد هذا المسجد باركهم الله جميعاً وأنا معهم يا رب وبهم تسعون في المئة من رواد هذا المسجد يقرؤون جزءاً أو بعض جزءاً من المصحف الشريف بعد صلاة الجمعاء أيام الصيف أو أيام الربيع في انتظار ماذا؟ سأقول لي يا حبيب على الكسل لا يوجد أن تغلوش هذولاً لا يوجد علاقة المهمة في أيام ربيع أو الصيف في انتظار صلاة العصر تسعون في المئة جميل هذا طيب كم؟ تسعون في المئة احتمال أن يبقى ويقرأ الجزء هذا من المصحف الشريف تسعون في المئة سأقول لي بس هذا أمي صفر في المئة هذا أمي أمي فعلاً؟ ولابس متقروط؟ آه متقروط أمي لا يكتب لا يقرأ صفر في المئة يسمع يقرأ المصحف صفر في المئة ما تريد المثالة لنا؟ ما تريد من نوع؟ ما تريد الحذقة هذه؟ ما تريد الحذقة؟ كلام مهم جداً جداً يا إخواني لكي تحكم على حالة وعلى وضع وعلى احتمالية معينة احتمالية معينة لا بد أن تأخذ كل العوامل في الاعتبار وليس عاملاً واحداً وليس عاملاً واحداً الإحصائية اللي بتقول 90% من رواد المسجد لا لأن في عوامل أخرى تأتي كإجابة على سؤالات ننضمن هذه الأسئلة أمي أو متعلم قارئ؟ آه هتقول لي لا قارئ 90% لا أمي صفر هبط الاحتمال إلى صفر ثانين يقرأ بنظارات ولا مغير النظارات؟ طبعاً قد يكون عنده قصر نظر لا يستطيع أبو تصش الحرف نقول بنظارات آه صار في سؤال هل جلب النظارات اللي أو نسيها؟ نسيها هبط الاحتمال مباشرةً إلا أن يكون معاه واحد آخر صديق عنده نفس المقاس ونفس الأشياء ومضطر قصة المهم الآن السؤال انتبه إن نظرت إلى الله وإلى وجود الله أنه الله موجود أو مش من موجود فقط من حيثية الشر من حيثية مسألة الشر هاي العالم فيه شر؟ ولا كله خير وكمال؟ بتكون ايه؟ مثل قضية ايه صاحب النظارة؟ أو الأم هذا إذا وجدت شر ممكن تخطئ ما تقول لي؟ خلاص مدام فيه شر معناه هذا الله غير موجود هذا الله غير؟ غير صحيح لأن وجود الله دعنا نقول بطريقة هكذا عدم تحيز فرضية وجود الله تبارك وتعالى نحن لا نأتي بها لكي نفسر فقط ايه؟ الشر والخير في الوجود لا 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 قبل هيك وأهم من هيك بكثير فرضية وجود الله تفرض ويؤتى بها ويدافع عنها اللي أجل تفسير تعرف ايه؟ كامل الوجود وجود الكوزموس الكون لما وجد الكون كله؟ أنت اليوم تعيش فيه كون زي ما قلنا نصف خطر ثلاثة وتسعين مليار سنة ضوئية حوالي مئة وثمانين مليار سنة ضوئية القطر طبعه شيء مرعب مرعب في ساعته بس هذا الكون كما يعني علمنا علماء الكوزمولوجي كون معكم دقيق محكم بقوانين بدساتير معينة يمكن للرياضية أن تكشف عنها شيء مذهل محير سمح بنشوء الحياة العاقلة الذكية الواعية تمثلت في أعلى ذروها في الإنسان الواقف هنا اليوم بطرح هذه المسائل إلى آخره جميل جداً كيف تفسر لهذه الوضعية؟ كيف؟